ست ممارسات خاطئة يرتكبها أصحاب القرار على لينكتين كتب خالد الأحمد بصوت أحمد أحمد مرحبا بك قد تبدو الرحلة طويلة إذا ما نظرت إلى بعد الهدف وطول الطريق ومشقته وقد يدفعك هذا إلى استعجال الوصول فتقطف الثمارة قبل أوان نضوجها وتصل مبكرا صدقني إن قلت لك أنك لست في سباق مع أحد ولا مع عقارب ساعتك وأن قصتك لا تشبه قصص الآخرين ستصل في موعدك المناسب خطواتك الصغيرة جهدك البطيء المتواصل سعيك اليومي كلها أشياء تصنع الفارق وحتما ستصل يوما إلى القطرة الأخيرة التي تملأ كأس نجاحك فيما مضى كان الناس ينظرون إلى منصة لينكد إن كعم عجوز يفتقد حس الفكاهة لفرط جديته مقارنة بالمنصات المبهجة الأخرى مثل إنستغرام وفيسبوك حيث المزيد من التشويق والصيحات المتعالية والحماس المنفرط لكنها مقارنة مجحفة إذ إن لكل مقام مقال فلينكد إن منصة لبناء علاقات احترافية وسيرة مهنية وحلقة وصل بين رواد الفكر وصناع القرار وليس هذا الخطأ الوحيد الذي يرتكبه الداخلون أفواجا إلى لينكد إن بل هناك جملة من الأخطاء التي لا يجدر بك أن ترتكبها في عالم لينكد إن خاصة لرواد الفكر وصناع القرار أولاً حسابك يفتقد لمستك الخاصة حسابك على لينكد إن ليس سيرة لحياتك كلها أو دفتر مذكرات ليلية أتعلم ما الذي يميزك عن باقي الحسابات؟ إنها الأصالة والتفرد الذي يحفظ صورتك في أذهان الجمهور ويجعلك عصياً على الناس لأنك لا تشبه أحداً آخر فمثلاً كتابة قسم الموجز أباوت في حسابك مكان رائع لتبرز نفسك من خلال كلمات ودودة وموثوقة وقيمة عالية تقدمها للمتابع ثانياً غياب التناسق في هويتك الرقمية أرأيت حين يسمع أحد صوتك؟ ألا يعرفه من بين عشرات الأصوات؟ الإجابة نعم بلا شك وهذا ما يحدث على لينكد إن أيضاً فصوتك وهويتك لا تمثل فقط شركتك بل هي تمثل نفسك وشخصيتك قبل كل شيء غالباً ما يدع قادة الفكر وصناع القرار هذا الأمر أقصد صناعة هويتك الرقمية وعلامتك الشخصية يدعونها في أيدي فريق التسويق في الشركة لا بأس لكن آخر ما تريده على لينكد إن هو أن تصنع حساباً لا يعبر عنك ولا يوصل رسالتك بنبرة صادقة ولا يعكس هويتك وعلامتك التجارية الشخصية ولا يميز صوتك بين آلاف المدراء وصناع القرار ثالثاً التركيز على نفسك كثيراً قد يسمع البعض من الزائرين لحسابك صدد نرجسية أو الفخر الزائد بالنفس حين لا يجدون في محتواك إلا منشورات الإنجازات الشخصية وصور المناسبات الراقية جنب شخصيات مرموقة فكر قبل كل شيء ماذا سيستفيد الجمهور من حسابه ما القيمة العالية التي أقدمها وضع مشاكل جمهورك المستهدف واحتياجاتهم في قلب استراتيجية المحتوى الذي تنشره رابعاً مشاركة منشورات شركتك دون إضافة تعليق مناسب وأن تتصفح حسابات القادة وصناع القرار ستجد ميزة مشتركة تتكرر كثيراً جداً ألا وهي مشاركة منشورات الشركة إلى حساباتهم الشخصية دون إضافة تعليق أو رأي أو انطباع مميز أو لمسة خاصة إن الضغط على زر مشاركة له تأثير ضئيل للغاية على نمو حسابك بدلاً من ذلك أكتب سطرين على الأقل وأضف تعليقك الفردي أو كلماتك المميزة إلى منشور الشركة الذي تريد مشاركته على حسابك قبل النقر على زر النشر خامساً عدم التنويع في المحتوى والاكتفاء بنشر نصوص طويلة أشار تقرير لموقع سيميلر ويب أن كل مستخدم للينكدين يقضي في المتوسط سبع دقائق وثمان وثلاثين ثانية من وقته يومياً في تصفحه يمكننا القول إنك في تحدي مع الوقت فلديك مدة قصيرة جداً لجذب انتباه القراء صحيح أن النصوص الطويلة من أكثر الطرق المجربة للحصول على مشاهدات عالية للمنشور لجذب انتباه القراء لكن لتحصل على مزيد من النمو والوصول الرهيب لمنشوراتك نوع محتواك في مزيج متوازن من النصوص الطويلة والقصيرة واستطلاعات الرأي والصور والكارسل وغيرها سادساً غياب الشفافية قد لا يخطر لينكدين ببال بعض القادة وصناع القرار إلا إذا أرادوا زيادة مبيعات الشركة هذا هدف معقول ومنطقي تماماً غير أن رسائل المبيعات التقليدية لم تعد تحقق نتيجة تذكر بل أصبح من المزعج جداً أن تبيع شيئاً لمتابعيك وجمهورك في أول تواصل لك معهم العلاقات على لينكدين لا تقتصر على البيع فقط أولئك الذين ينجحون على هذه المنصة هم بنات المجتمع ومقدموا المحتوى عالي القيمة ومن يتفاعلون مع مشاكل جمهورهم وتحدياته ويشاركون في حلها عليك أن تقدم شيئاً قيماً ومجانياً وأن تتواصل باحترافية وشفافية قبل رسالة المبيعات الأولى استمعتم إلى مقال بعنوان ست ممارسات خاطئة يرتكبها أصحاب القرار على لينكدين بقلم خالد الأحمد صوت أحمد أحمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر